بايم آتست عند الطبيب بايم هي باي بلوس ديم در آتست وهو الطبيب حرف جر باي يكون دائما بلوس داتي فنستخدمه عندما نكون عند شخص ما أو عند شخص يمتهن مهنة ما كالطبيب أو الخباز إلى آخره لينا فلت زيخ زيت آنجن تاغن نيشت جوت لينا لا تشعر أنها بخير منذ بضعة أيام سيش فولن فعل انعكاس بلوس أكوزاتيف معناه شعر أو أحس زيت حرف جر دائما يكون بلوس داتيف معناه منذ زي هات كوبف شماتسن يعني عندها صداع الرأس دي كوبف شماتسن هو صداع الرأس هالس شماتسن عندها أيضا التهاب الحلق دي هالس شماتسن وانفها مستدود مستدود يعني مستدود أم متفوخ موغن انتشايدت زي تقرر صباح يومي الأربعاء أم نستخدمها مع الأوقات اليومية أنه من الأفضل الذهاب إلى الطبيب عندما تكون ذاهب إلى شخص ما تستخدم حفجر تسو وتستخدمه دائما بلوس داتيف زي روفت دي براكسسن تستصل بالعيادة دي براكسس وهي العيادة الطبية أن روفن في المنفصل معناه اتصل يتصل عند مخت أين ترمين وتحدد موعدا أين ترمين مخن يعني تحديد موعد في وقت لاحق من اليوم عندما تصل لينة إلى العيادة تلقي التحية الفعل بجريس يعني إلقاء التحية على موظفة الاستقبال مرحبا عندي موعد على الساعة الثالثة بعد الزوال عند الدكتور شميت حرف جرؤم نستخدمه مع الساعة لكي نقول الساعة بالضبط الفعل هابن هو فعل بلوس أكوزاتيف لذلك عندنا أين ترمين دير ترمين ديرتسيبتسيونيستن لشلت يعني تبتسم موظفة الاستقبال الفيه الجلن يعني ابتسمة يبتسم وتبيتت لينة وتطلب من لينة بيتن فعل معناه طلبة في هذا الصياق إظهار بطاقة تأمين الصحي الخاصة بها وهي بطاقة تأمين الصحي تفضلي بالجلوس حضرتك في غرفة الانتظار تسفاتتسمة وهي غرفة الانتظار بلاتس نيمن هذا الفعل معناه جلسة يجلسة دير آتست لينة تقوم بالجلوس في غرفة الانتظار يوجد مرضى آخرون ينتظرون أيضا البعض يقوم بقراءة المجلات دي تسايتشخفتن وهي المجلات آخرون ينظرون إلى هواتفهم وهي الهواتف المحمولة شاون فعل معناه نظرة أو شاهدة بعد فترة وجيزة الآن يفتح باب غرفة الفحص تسمى غرفة الفحص فخاو لينة مايا رفت دكتور شميت الدكتور شميت ينادي الفعل رفت يعني نادى ينادي السيدة لينة مايا لينة شتيت اوف ويذهب إلى الغرفة تنهضوا لينا وتذهبوا إلى الغرفة أفشتين يعني نهضة أو وقفة جوتن تاك وي كان إيش إينا هيلفن؟ مرحبا كيف يمكنني مساعدة حضرتك؟ لينا اقلرت إيغو سيمتوم يعني لينا تشرح أعراضها دي سيمتوم وهي الأعراض إيش هاب كوفشمرزن ومينا ناس إيست أفت فرشتوفت عند سوداء الرأس وأنفي غالبا ما يكون مسدود فرشتوفت يعني مسدود إيش فلي مش اوخ سر ميدي أنا أيضا أشعروا بالتعب الشديد أو أشعروا نفسي متعبة جدا ميدي يعني متعبة دعينا نلقي نظرة نلقي نظرة نلقي نظرة نلقي نظرة على شيء ما يقول الطبيب شمت ويشير إلى كرسي الفحس يعني أشار إلى لس أكوزاتيف عندما تشير بأصبوعك مثلا إلى شيء ما دع انترزوخن وهو كرسي الفحس يعني يفحصوا حنجورتها جيدا انترزوخن في المعنى فحس يفحصوا أفمكليش انتزندungen ودى شويلungen لاحتماليات التهابات أو تورمات أفمكليش هذه العبارة تعني الاحتمال أو الإمكانية دي انتزندungen وهي الالتهابات دي شويلungen وهي التورمات سي هابن أينو غريبة أنتي مصاباتون بالإنفلوانزا دي غريبة وهي الإنفلوانزا ودي ماندلن سين جشوولن واللوزتين متواريمتين دي ماندلن وهوم اللوزتين جشوولن صف معناها متواريم سي كنتن اوخ سيمتوم في فيبر، هستن وموديشكايت بمكتابن قد تكوني لاحظتي أيضا أعراضا ك الحمى، السعال، والتعب داس فيبر، الحمى، در هستن، السعال بموديشكايت، وهو التعب بماكن في المعنى لاحظة يلاحظو إيش فرشخيب إينا اي ناسنسبخي سأصف لكي رذاذن للأنف فرشخيبن يعني وصف الدواء داس ناسنسبخي وهو رذاذ الأنف وإتواس جيجن دي كوفشماتسن وشيئن ضد دس وضاع الرأس أوصادم يعني بالإضافة إلى ذلك أمفيلو إيش إينا أنصحوكي أمفيلن بلوس داتيف في المعنى نصحة ينصحو شرب المشروبات الساخنة شرب المشروبات الساخنة شرب المشروبات وهي المشروبات صفة معناها ساخن قومي بأخذ الدواء أو الأدوية كما هو مبين أو محدد بي أنجيجيبن يعني كما هو مبين أنجيجيبن صفة معناها مبين أو محدد وحصولي على قسط كافي من الاسترخاء زيخ أو صغون فعل إنعكاسي منفصل بلوس أكوزاتيف معنى استراحة أو استرخاء لينا بدانكت زيخ باي دكتور شميت يعني لينا تشكرو الدكتور شميت زيخ بدانكن باي بلوس داتيف يعني شكرا يشكرو فيلن دانك دكتور شميت شكرا جزيلا الدكتور شميت إيش هوف إيش فل مش بلد بسا هي تقول آمل أن أشعر بحال أفضل قريبا فعل معنى آمل هو يجيب يعني أجاب يجيب أتمنى لك الشفاء هذه العبارة تقولها لشخص مريض لتتمنى له الشفاء لنا تغادر الغرفة فغلصن هذا الفعل هنا معناه غادر يغادر وتذهب إلى الاستقبال وهو الاستقبال يعني الاستلام الوصفة الطبية معناها هنا الوصفة الطبية أبهولن فعل معناه هنا السلام يستلم يعني موظفة الاستقبال تعطيها الوصفة الطبية وتتمنى لها أيضا الشفاء أبهولن فعل معناه تمنى أيضا في طريق العودة للمنزل تذهب لنا إلى الصيدلية وهي الصيدلية أو في الطريق إلى أم دي ميديكامينته تسهولن لجلب الأدوية هولن يعني جلبة أم دي ميديكامينة تسهولن لجلب الأدوية